كنت عارف اه او انا عارف حد كده والراجل ده بطبيعته كان بيحب ياتكلم مع الناس ويدعوم للخير هو طبيعته كده المهمة يعني قصة استمرت معه وزارت طبعا لان هو طبيعة شغله كانت بتدعولي كده انه يكمل في الطريق ده اه استمر على ذلك اه خرج معاش برضو استمر ايه اه اللي كان بيعمله بيعمله يعني حد من فترة اه انا لاحظت اه انه توقف كبر في السن وتوقف وكده لكن هو ايه قدر يدي عنده اللي يديه يعني فلما قابلته سألته هو ليه انت توقفت فبصي لي كده يعني بايحباط شديد يعني وقال لي مفيش فائدة حاسد انه الكلام كله مليش لازم يعني ما فيش داعي هتكلم ليه ده لحد بيسمع ولو سمع مش هيفهم ولو فيهم مش هينف يعني ما ما تعبش يعني ما فيش داعي ان انا اتكلم يعني فطبعا انا قلت له انا اقدر ما انت فيه يعني اقدر شعورك بالإحباط هو شعورك الناس كتيرة بحقيقة يعني اللي شافه انه يعني لا امل يرجى بدأوا يتصرفوا بهذا التصرف بدأ ينعكس عليهم يعني هعمل ايه وانه وقف طبعا اي اي حد بيدعو الناس لحاجة او بيعلم الناس حاجة او كلام من ده لا شك انه طبعا يتمنى يعني ان يرى يعني تأثير عمله ويحزنه طبعا انا لا يرى تأثير عملي او او يرى تأثير معاكس يعني مسلا يجي عكسي مسلا ويتألم واحنا نبعا يعني نتألم معهم يعني ده موضوع ما فيش فيه كلام يعني ده اساسي ولكن انا قلت له يعني يعني ما رأيك بقى لو ان كل الناس عملت اللي انت بتعمله ده يبقى الدنيا هتمشي على كين بقى لانه في وسط الالم ده احنا بننسى حقيقة قالوا واحد انا بيزعل بيزعل بقى هقول ايه بس ولا عمل ايه خلاص يجي له احباط لك انا عايز ما يجيلكش احباط وتفتكر حاج دايما تبقى قدامك ان الحياة دي بين اتنين وانا قلتها كتير وهقولها دايما هقولها على طول ما بين مصلح ومفسد هم دول بس الاتنين المفسدون ما اكثر دول كتير جدا كتير جدا وحواليهم هيصة وضجة والدنيا زحمة وانس لانها اسباحة مع ايه مع الطيار تلاقي ناس كذير بيسبح معاك تشجعك والدنيا ماشى وقلنا ازاي عرفت تعمل ازاي وقبت مش عرف ايه يعني دنيا اما المصلح فهي سباحة ضد الطيار ساشعر غالبا بالوحشة والغربة يعني قليل اللي هيصبح يعني السباحة مع الطيار دي مع مع رغبات النفس وشهوتها فتبقى يعني سلسة وماشر امور التانية لا عكسها شوي عكسها في فارق وخلي بالك الفارق بين الحالتين هي ساعة واحدة ساعة المفسدون دول بيجي لهم حالة من السعادة الكاذبة والطمأنينة الكاذبة والأاااااا نقول ايه نقول الاااااااااا tab العانس الكاذب ويسبح حد ما يغرأ ويندم اما الثاني فالمصلح سبر ساعة ديك يسعد سağıدة كاذبة ساعة لكن ده صبر ساعة لحد ما ياخد المعونة ويشعر بالمعية وياخد الانطلاقة بقى ساعتها هيستعذب ما هو فيه وهيحبه وهيشعر بجماله يبقى ايه فرق ساعة بس كفاية انها بيحس انه انه يعني في موضوع او في حاله هو في سعادة دائمة ابد الابدين فيه فرق كبير جدا بين ده وده فيه فرق كبير اسبط ساعة بس ده يسبط ساعة ولا بتضحك عليه ساعة ساعة كاذبة يبقى المفسب حواليه هيصة الدنيا مشى معاه كلموا مو بيعملوا التاني لا فياجب اللي بيحبط تبقى الحقيقة ده واضحة في ذهنه عشان ما يسلمش نفسه للقلم والحزن والزعل من حوالي يعني عشرين سنة ويزيد شوية كنت في الفترة دية كتبت بعض الكلمات يعني خواطر كده الحقيقة انا ما كتبت الخواطر دي وانا متعود كده يعني ما اكتب حاجة اكتبها اكون حاسسها فاقدر اقولكم ان انا كنت كاتب الخواطر دي يعني لو الحبر بتاعها او المداد بتاعها كان من قلبي كل سطر كل كلمة كل حرف كنت قصده وحسه مش واحد بيرص كلمات او حاجة لا وطالما دخل علي اللي كان بيساعدني وانا كنت ساعتها وانا قاعد اكتب في مكان ما يعني بساعدني وانا ما كنتش بالي منه قاعدت بعد كده لاني مستغرق اه في دموعي والمي اه يسحب نفسه بالراحة الوراء دون ان يشعرني يعني انه كان موجود كما عقبش جا في ذهنة ايه الكلمات ديت اطلعها للنور يمكن حدي ايه حدي يعني تجد اه اذن واحدة حتى اي حاجة وكمشكلتي دايما هي مشكلتي مع الوقت فما كنتش يعني اه كتبتهم بس مش مش فضل بقى ان انا اعود اه فكنت عايز مسلا لو لو ان حدي اه يتولى هذا الموضوع عني فقعد افكر معرفش ان اتكلمت مع حد ما عجر ليا في القصة دي بتقول والله انا عايز اعمل كزا هو غاب كده وقعد افكر شوية بتاع وقال لي ايه انا لقيت لك الحل له تمام قال لي عندي واحد بقى انما ايه هليش حل عفريت شاطر عارف دول النشر مش عاد ايه كلم من ده هيعمل لك الموضوع دا وتولى هو الايه الامر دا بتلو ماشي وانا ارحاف ريحتي بالموضوع دا لانه يعني هيخبرك حاجة اه يعني انا وفي نفس الوقت يعني ارتاح انا القصة دي هيعملها وانا مرتاح يعني مش فضلها يعني ارتاح من هذا الهم اللي انا عايز اعمله مش قادر اعمله المهمة اه قال لي هات الحاجات جبتولي الحاجات وطبعا خد بعض المبالغ على دفعات كده يعني اه على فترات يعني يعني بينظمها بيعملها بروح دوله انا مش عارف عادت شوية كده وسألت وحنا وصلنا لفين او بتاع انا حياة مش يعني مش اه انا يعني عايزة ساعدت ان انا يعني ارى هزي الكلمات يعني تسلي يعني اي حد في اي مكان يعني وانا دايما حتى في ايداء لاي اي حاجة تعملها كنت اقول دايما الى المتألمين يعني حد متألم حد حزين حد مسكين اه 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 وانا احب دايما كده يعني اللي يقرالي او يشوفني المسكين يعني اللي زينا كده فحد يكن اه فانا عايز ايه وده يوصل ففرحت بصراحة الراجل بيعمل ايه اه الراجل بيعمل ايه قالك لسه بيعمل وربنا يسهله بتاعه سيبته شوية واسأل تاني ربنا يسهل دالت ربنا يسهل ما ايه مليتش حاجة فقلته بعدين وفي ايه يعني قال له عايزي قبله يقول لك حاجة ولا بتاع اه تعدل حاجة تعمل حاجة يمكن تجايز يكون دوله النشر بقى قالوله مسلا اه 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 في حاجة بقى مش عاجة طب اشوف فين قال ان اه يعني في معاد كده بتاعه ازبط وقتك وبتاعه خلاص اتخدنا التفاني على معاد فقابلته في احد اه اه احد المقاهي في القاهرة في وسط القاهرة هنا بقاهي القديمة انا فاكر اله اه وانا داخل بصراحة شفت الراجل عرفته يعني خدت اه انطباعه عنه يعني عادنا رحبت بي رحبنا ببعض يعني وعادنا لده قدامه اه الورق بتاعي عامله زي ملزمة كده يعني زي تاب كلا صغير وبعدين بيقول لي اه يعني بعد ما التحية والسلام بص الورق لو قال لي ايه اللي انت كانت بديه ههه هقول له ايه فهو طبعا لما انا مردتش يعني عادي هو يبدل يعني يعني يجيب يعني قال لي ايه يا راجل بقى انت راجل موهوب يا راجل تضيع موهبتك انتم مش باخد بار يعني عامل ايه قال لي انت راجل موهوب تكتب كويس وكتاع وكلام من ده وعندك التالنت وكتاع ديقول لي كده بيضحك عليها اه تضيع نفسك ازاي يعني مش تكتب في المواضيع بيحبها الناس ده ولا حد ينشر لك ولا كلمة من كلام ده ولا حد هيقرأ كلام ده مش تكتب في المواضيع الناس بتحبها وعايزاها ويتقتلوا عشان ينشروها يعني لكن انت ايه ده يا راجل ايه ده واني طبعا عم قاعد متفرج اه اه اسمع الكلام شوية زهول كده مش عارف انا كنش متخيل كده انا فكرت رجل خلص بقى وعايزنا راجع ازاي عمي في حاجة يعني انا اقترح عليك بعض المواضيع وبالفعل اقترح علي بعض المواضيع اللي بيقولي ان هو ما بص عليه يعني اللي انه طبعا استحي ان انا افتكرها مش اقولها وهي كانت يعني عبارة عم يعني 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 اه حاجات اه يعني شوية ايه بس مش عارف انا طبعا على اخر الزمن هكتف الحاجات اللي هو المواضيع اللي الهم اللي الهالة دي كيف ايه وش عارف ايه كلم ده كلها طبعا يعني عايزك تلاغي او يعني في الناس غير رئيزها يعني تلعب على الحتة دي يعني عشان الناس تقرأ وتستجيب ليك لا استدعق لي كده يعني انا وانا قاعد معا ما خبش عليكم وانا كده بس اه انا برضو اه افتكرت حاجة غريبة عديمة او تصل يعني الموقف ده من زمان او برضو اللي انا افتكرته بقى كان قابليه بكتير معقود معقود من الزمن وانا طفل صغير وانا وايفه دم جدي قال لي رحمة الله انا الحقيقة ما شفتش جدي الابويا يعني جدي الالف انا ما شفتش الامي لكن انا شفت جدي الامي والدتي الله يرحمها وارحمهم جميعا وكان اسمه الشيخ محمد عبدالعزيز البغدادي لو انطقه صح يعني او البغدادي زي ما بيقوله هنا في مصر محمد عبدالعزيز علي البغدادي كان رجل لماح وزكي جدا علي رحمة الله وكان رجل طيب جدا وكان عمدة البلد بتاعتنا بل انه من طبته ويعني وزكاءه وانتباهه وكلامين ده يعني حد كان شيخا لعمد محافظة ضمياط الموقف ده انا فاكره مش نسيه ابدا انا ويقول قدام منه وانطقه صغير خالص هو كان عنده ابناء كثيرة يعني يعني ربنا يحفظهم ويرحم من مات يعني ويحفظ من بقي وابناء وحفده العمدة طبعا بتاع يعني عنده ما شاء الله يعني ما كان رجل ففي احد الايام وهو واحنا كنا مجتمعين عنده معرفش بقى كنا مجتمعين في مناسبة او حاجة كلنا وخرج الاولاد يلعبوا وانا حقيقة كنت اصغر ولد في الحفدة ده الصغير في المجموعة دي اصغر حد يعني يا دوبك يعني لسه فبيلعبوا ومكلم من ده وانا على ما يبدو ان انا يعني خدت حدت تبشرة كده من الموجودة وبدأت تكتب على الايه على الحيطة بها بكتب بها كده يبدو انو كان بيتابعنا مثلا من بتابعنا مش عارف تابعنا شافنا ازاي فالمهم انا لقيت اللي آآ دي نزل وقرب شوية كده وايه وليتو بنزل عليها بصوته الصارم مش نسيه محمد يعني كزا مرة يا محمد تعجلت جاري روحت جدي نعم نعم جدي نعم سبتو صغير ممكن انا معرفش ازا كان جاب بالي ساعتها انه مسلا هيقول لي ليه انت بتكتب على الحياطة بالتبشير وحاجة ازاي كده ممكن تكون كده اه نعم ها يقول ليش كده بتعرف قال لي ايه قال لي اسمع محمد يعني انا بست بتعجب يعني ان انا سمعت انا منه ازاي وانا صغير ولم احفظها من احد نسواه قال لي وما من كاتب الا سيفنى وما من كاتب الا سيفنى ويبقي الظهر ما كاتبت يداه فلا تكتب بخطك انا اسمعتها منه بخطك غير ما يسرك في القيامة ان تراه وما من كاتب الا سيفنى ويبقي الظهر ما كتبت يداه فلا تكتب بخطك غير ما يسرك في القيامة ان تراه تكتبش الحاجة الا لما تشوفها تقول والله ايه يا السلام انا كتبت بيه وانا بقولك تطبقها حتى في رشتاتك حتى في الرشتة اللي بتكتبها في اي حاجة حاول تكتهد ما تشوف حاجة ما تشوفها تاني تشوفها في القيامة تصورك انك كتبتها ما تدغمكش خلي بالك من قيلة وعالك فكرة طبعا انا بتعجب ازاي هذا اذا الشيخ اه 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 يعني يعني قطع مسافات في المستقبل ممكن انا الوحيد في هذا في الولايات انا كنت اصغرهم وانا الوحيد اللي ممكن يكون كتب مقالات او حاول يعني من الموجودين كلهم عارف هذا رجل ازاي انا مش عارف شمي انا نادى علي وقال الكلمة ليات وانا حفظتها منه وبنسهاش اعودوا على بدء نرجع تاني اللي انا كتب اتكلم به للراجل الحياة ما بين مفسد ومصلح وربط وربط العمل بالنتيجة حاجة مش حلوة خاصة انت ما عليك الا ان تعمل فقط ما عليك الا ان تعمل تدعو تعمل تعمل عليك بس اما النتيجة فليست من امرك يعني انت مش افضل من قبل البشرية الثاني سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام الذي لابس في قومي الف سنة الا خمسين عاما وما امن معه الا ايه الا قليل مش افضل من نبي ارسل برسالة في حديث اه عرضت علي الامم ارسل برسالة ويأتي يوم القيامة ومعه الرهيت رهيت صغير رهيت يعني من ثلاثة العشرة رهيت والنبي ومعه ومعه الرجل واحد تاني معه رجلاء يعني يعني جاي والنبي وليس معه احد يا نبي ارسل برسالة وما جاي من معه احد انت افضل منه انت شافت انت معه عليك بس الا انك الا انك اه تقوم بواجبك حكم الله فيك انك تقوم بواجبك هو عايز اه اه اذا امر الله فيه طلب منك كده النتيجة ليست لك النتيجة ليست لك طيب ايه كمان موجود الناس اللي ما بتستجبش لك الناس اللي بتسمع وبتستجبش برضه مش حكمك ده حكم ربنا فيك لو كان ممكن يجيبك مع اولياء جابك مع دول يبقى تصبر لحكم الله فيك الله عز وجل نبه نبيه لزاله صلى الله عليه وسلم امره بالصبر ولا يكون كصاحب الحوت فاصبر لحجم ربك ولا تكن كصاحب الحوت رضيك كانت صاحب الحوت ايه هو ربط العمل سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام ربط العمل بالنتيجة ما قام به من داعي يال ما بيش مش شايف حاجة فا لما ربط العمل بالنتيجة كان الغم والهم والظلمات شكدا اللي حصل وكان الظلمات كانت الظلمات لما ربطها لكن نهى الله عز وجل نبيه وعن ذلك وقال لصبر اصبر فانت كونك تبقى موجود في الزمن ولا يستجيب لك احد وانت اللي جبت نفسك هنا ولا هو اللي جابك انت اللي انت جايب مش جايب مزاجك انا اللي جبتك هنا انت لازم تصبر لحكمي يقول سبحانه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكزوم لو لان تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مدمون تخيل تخيل اللي ما يصبرش ممكن يتعرض لخطر اصبر اصبر على اللي معاك اصبر على اللي حواليه اصبر لحكم ربنا اعمل عليه ما لكش دعب النتيجة النتيجة ليست بيديك يستجيب اليوم يستجيب غدل ممكن يستجيب بعد مئة سنة ممكن تلقى صدى بعد كذا يستجيب لا يستجيب برضو مش اضيطك اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوتي ازناد ومكزوم لولا ان تدركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو ايه وهو مزمون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين جعلني الله وإياكم من الصالحين وأشر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بزرد بزرد حساس حساس حساس